ننتقل الآن ومشاهدين إلى نيويورك لنقل جانب من كلمة الأمين العام المساعد لدماعة الدول العربية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التوتري في الشرق الأوسط استقلالي والحرية بعد أن تمت التضحية به في لعبة الأمم منذ ما يزيد على ثمانية عقود ليصبح الشعب الوحيد في العالم حاليا الخاضع لأبشع صور الاحتلال العسكري المتغطرس ونذكر هنا بأن مجلسكم وبعد إصدار الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين تحت الانتداب المشهور برقم 181 قد أوصى الجمعية العامة بمنح العضوية الكاملة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في قراره رقم 69 بتاريخ 4 مارس 49 فلماذا يحاول البعض الآن إعاقة تنفيذ الشق الثاني من قرار الجمعية العامة 181 والتعلل بأعذار واهية مع محاولة تكبيل يدي المجتمع الدولي في هذا الموضوع إننا نعتبر أن على مجلسكم الموقر أن يتحمل مسؤوليته كاملة في هذا الصدد وأن لا يتسبب مرة أخرى في إحباط طموح مشروع لأبناء الشعب الفلسطيني بالاستقلال والانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية مثله مثل الكثير من الشعوب التي فازت بتلك العضوية وبالذات في الفترة الأخيرة كما أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة يجعل أي تفاوض محتمل لها مع قوة الاحتلال يتم على أرضية من الندية على المستوى القانوني ويسلب من قوة الاحتلال قدرتها الخارقة على منع ظهور الدولة إلى النور وتفعيلها دوليا من هنا فإن الجامعة العربية توصي المجلس الموقر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمها إلى عضوية المنظمة الدولية باعتبار ذلك سبيلا إلى السلام وليس عقبة في طريقه كما يروج من يتبنى منطق الاحتلال وروايته السيدات والسادة هناك مساعي محمومة لنزع الشرعية عن وكالة الأنر والتشكيك في حيادها ومهنية القائمين عليها لتجفيف منابع تمويلها ودفع الدول للإحجام عن المساهمة في موازنتها إننا نعارض هذا الأمر جملة وتفصيلا ونتطلع إلى اليوم الذي لا يحتاج فيه الفلسطينيون إلى خدمات الأنر فقط عندما يحصلون على استقلالهم المنشود خلافاً لذلك فإن هذه الوكالة المنشأة بقرار أممي يجب أن تستمر في ممارسة عملها في إغاثة وإعاشة وتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين أخيراً سيادة الرئيسة إن الجريمة المتواصلة في غزة تمثل عدواناً على الجوهر الأخلاقي والقانوني للنظام الدولي والسكوت على هذه الجريمة يضع شرعية هذا النظام ومصداقية هذا المجلس على المحك نتمنى أن ينفذ المجلس قراره فقد صار ذلك ضرورة للحفاظ على مصداقيته في أعين العرب وجميع الشعوب المناهضة للظلم والمساندة للحق المشروع للفلسطينيين في حياة حرة وكريمة بعيداً عن قبدة الاحتلال الدمية شكراً سيادة الرئيسة إذن مشاهدين نتابع الآن على الهواء مباشرة جانباً من جلسة بمجلس الأمن حول التوترات الحالية في منطقة الشرق الأوسط واستمعنا إلى جزء من كلمة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زاكي بشأن الأوضاع في غزة وقد أوصى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية مجلس الأمن بالاعترافة بالمنظمة الفلسطينية كممثل للدولة الفلسطينية وضرورة حصول فلسطين على عضوية كاملة في مجلس الأمن أيضاً تحدث عن المحاولات المحمومة لتحديم دور الأنروى وهي الوكالة المنشأة بقرار أممي تحديم دورها في فلسطين وفي غزة تحديداً ومعارضة الجامعة العربية لهذا الأمر وتحدث أخيراً عن ضرورة التأكيد على مصدقية مجلس الأمن وأن ما يحدث في غزة من انتهاكات جاسيمة للأخلاق الدولية هو يضع مصدقية مجلس الأمن على المحق مجلس الأمن على المحاولات المتحدة